السلام عليكم حفيدة الفنان الراحل ممدوح وفى ضمن اوائل الشهادة الاعدادية بالجيزة جاءت الطالبة ملك هانا ممدوح محمد حفيدة الفنان الراحل ممدوح وفى ضمن اوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة الجيزة وحصلت ملك الطالبة بادارة بولاق الدكرور التعليميات على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بمجموع 280 درجة وعبرها نممدوح محمد ولد ملك عن سعادته البالغة بتفوق ابنته وحصولها على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الاعدادية مشيرا الى انها دوما من المتفوقين واوائل مدرستها وذلك بدعم وتشجيع ومتابعة والدتها وقال ان التفوق ملك كان نجال انضباطها وتنظيمها للوقت وحرصها الدائم على المذاكرة ومتابعة دروسها اولا باول لتكون من الاوائل وتحقق حلمها في الالتحاق بكلية الطب مؤكدا في تصريحات خاصة لليوم السابع ملك واهب حياتها للمذاكرة وهدفها تكون دكتورة واعتمد اللواء احمد الراشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسة الشهادة الاعدادية للعام الدراسة 2023-2024 الدور الاول للفصل الدراسة الثانى وذلك بحضور اشرف سلوما مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وجاءت نسبة النجاح باتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسة 87.05 في المئة اذ بلغ اجمل للمتقدمين لادى الى امتحانة 190.977 طالبا وطالبة وبلغ اجمالي عدد الناجحين 165.086 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية فلا امتحانة 721 طالبا وطالبة وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم